الوالد كان هو أول من أدخل الطباعة إلى الرياض كان شريكه حمد الجاسر والله شوفت عمرك المطابع هي أنشيات مطابع الرياض شركة الطباعة والنشر كان اسمها مبنىها موجود أعتقد في المرقو إلى الآن وفيها مكاين قديمة من الأول المكاين اللي جابوها في ذاك الوقت من السويد ومن وفيها أول مكاينة إذا من يبقى غلطان قال للوالد ترخذتها جريدة الرياض حطتها في المدخل يعني كتحفة أو تاريخ يعني عندها في مبنى بدأها الشيخ حمد الجاسر انضم له بعض الإخوان هم كانوا نفس الفريق لكن فكرة التأسيس كانت عنه الشيخ حمد الله يرحمه كفكرة فقط والتمويل وبدأ فيها ودخلوا معه وهو كان أول رئيس مجلس إدارة وكان الوالد نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدى وكان الوالد هو اللي يداوم باستمرار فيها ويتابع تقريبا عملها شبه اليومي وكذا كانت تطبع لجريدة الرياض وجريدة الجزيرة أعتقد وصحيفة ثالثة تطبع صحف حسب ما فهمت من الوالد وتطبع بعض المجلة الدعوة وبعض الكتب الدينية وبعض الكتب أعتقد للدراسة أو الدراسية يعني ما كان فيه لهيه هو المطابع موجود